تفقد وزير الخارجية سمح شكري أجنحة بيت مصر بالمدينة الجماعية في باريس المخصص لطلبة المصريين دارسين بالكليات والمعاهد العليا الفرنسية واطلع على مختلف صبول الإعاشة والراحة وأماكن الدراسة المخصصة لهم جاء ذلك على هامش زيارة شكري للعاصمة الفرنسية للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب كما شهد زيارة الوزير شكري إلى المدينة الجماعية دكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو والذي يتواجد في باريس حاليا في إطار حملته الانتخابية